بيوت متهاركة ورطوبة عالية وتشققات كبيرة هذا هو حال بيوت البلدة القديمة التي يحتاج أكثر من 90% منها إلى ترميم عاجل ففي هذا المنزل يعيش سبعة أفراد من عائلة الحداد في ظروف غير آمنة ولا صحية نتيجة تسرب المياه داخل المنزل الأمر الذي عمل على وجود تشققات ورفع نسبة الرطوبة وتأتي المنخفضات الجوية لتزيد الأمر سوءاً حيث منعتهم دائرة الآثار الإسرائيلية من ترميم البيت بحجة إنه قديم وأثري بالمقابل تغرمهم بلدية الاحتلال بمبالغ طائلة لعدم ترميم البيت وإصلاحه بينا ندفع كل يوم 320 شكل مخالفة إذا ما الرمم وإذا بلشنا نرمم بيجينا طبع الأثار يوميته 1200 شكل لازم موقف معنا يشتغل أحسابنا يتفرج علينا أحسابنا فيبيعطوكوا تكلفة غالية يعني بمعتبار زي مخالفة بس بطريقة إنه هم بدهم يساعدوك يشتغلوا معك إنه يطلعوا إذا أنت بتلعب الأثار وتلعشوا الأثار طبعاً تكلفة غالية في ترميم ببلد الأديمة صحياً بنمرة بنفع الشامي إحنا أولادنا لما بروح بنحكمهم الدكتور بقولك أنت منطقة رطوبة طبعاً بنروح نسكن يعني حتى الدكتور بيعرف أنه إنت قاعد في رطوبة لما بيعطيك ماكنة للأولاد كل فترة الأولاد الصغارة اللي عنا بنستعملوا الماكينات هاي للتنفس لأنه رطوبة كل بيوتنا رطوبة وهذا الاحتلال معني أنه إحنا يهجرنا من هذه البيوت وفي بيت آخر مجاور تعيش عائلة الفاخور المكونة من تسعة أفراد المعاناة نفسها منذ أكثر من عشرين عاماً فبفعل المنخفض الجوي الأخير اضطر نشف أفراد العائلة للخروج من البيت تخوفاً من سقوط السقف عليهم فلم يعد بيتهم صالحاً للسكن بسبب منع الاحتلال إجراء الترميمات اللازمة وملحقة ومعاقبة كل من يقوموا بمحاولة الترميم بخاف من المطبخ يوقع على الجي السقف لأنه كله مي السقف حتى لهلأ فيش فيه كهرباء كل ما منا نرفع عمان الكهرباء بيعود بنزل فيش فيه كهرباء نهائي كله ممنوع منحاول نجيب أشياء مش ممنوعة وبرضه ممنوع وكله ممنوع بس مش عارفين شو نسوي يعني لا إحنا قادرين نصلح صح ولا إحنا قادرين نجيب إشي يصلح صح ولا قادرين نسوي إشي صح عشان كله مصصح إحنا بنتحمل نتيجته ضرر علينا وقع علينا على الأولاد على الأطفال يعني ما فيش إشي سليم يقدر تسويه ورغم من هيك بلا حقوق في المحاكم بلا حقوق في الضرائب بلا حقوق في يعني علينا محكمة علينا جزء إنه صلحنا إشي حكومة عنصرية تحاصل المقدسيين في كل اتجاه وتعمل جاهدة على تفريغ المدينة من سكانها عن طريق منع ترميم المنازل لتصبح غير آمنة ولا صحية للعيش فيها مما يضطر أصحابها لتركها فيسهل السيطرة عليها من قبل الاحتلال ألاف المنازل داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها بحاجة إلى ترميم عاجل من أجر حفاظ على هوية المدينة المقدسة وضعم صمود المقدسيين الذين يعانون من تضييقات الاحتلال لطردهم والاستلاء على منازلهم من داخل أسوار البلدة القديمة ولبرنامو صباح الخرية قدس دينا دعنا القدس المحتلة موسيقى